بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نتكمل كلامنا النهاردة ان شاء الله على عملية الترويب والتجميئة اللي هو chemical sedimentation او بنسميها عملية coagulation and propilation عملية الترويب والتجميئة كلمنا المرض الفاتت عن عملية الترسيب الطبيعي اللي هي blade sedimentation وقلنا دي الغرض منها ان انا اتخلص من المواد العلقة اللي هي suspended solids اللي موجودة في المية ولكن بصورة طبيعية يعني بصورة طبيعية يعني باللاقي المواد العلقة حجمها كبير والكمية بتاعتها كبيرة يعني او على حسب الحجم اللي هو الصفة الرئيسية اللي احنا بنحدد على اساسها او الحجم بتاعها كبير فتسمح انها يحصل لها ترسيب طبيعي فابناعمل ترسيب طبيعي وقلنا ده ابقى مقترن بيجي بعديه سلوسند فلتر يعني بيجي بعديه ومرشح الرملي البطيء يعني لازم الترسيب الطبيعي يجي وراه سلوس اند فلتر زي ما هنقول لان هو بيعتمد على حاجة اسمها طيب لو انا عندي دلوقتي فيه كولويدس يعني ايه كولويدس اللي هي المواد الغروية في شوية حاجات كده مواد غروية صغيرة كده او بكتيريا او فيروسات او الحاجات الصغيرة اللي هي بيبقى لصائز بتاعها اقل من الطين واقل من الطامي زي ما شفنا في الجدول بتاع الترسيب المرة اللي فاتت اللي هي بتاخد ترسيب كبير عشان يحصل لها ترسيب ترسيب بتوصل اه تلاتين ساعة واربعين ساعة هل انا هاعد اعمل حط ترسيب طبيعي يقعد تلاتين ساعة انا ها عرف اجيب الحجم ده كله فاقالوا لا احنا بنتطر نروح للفكرة التانية اللي هي عملية الكواجيوليشن اند فلوكيوليشن العملية ديتي هي عملية كيميائية طرامة كيميائية بان احط مادة كيميائية للمية هتتفاعل وتكون لي تفاعل الكيميائي ده وتهينتج عنه مادة اسمها الفلوكس او النوداف النوداف دي مادة لازجة زلاتي ناس كده المادة دي بتبدأ تجمع الساسبيندد سولدز اللي موجودة في المية والبكتيريا والفيروسز والحاجات الصغيرة والكولويدز والكلام ده كله حواليها وبالتالي الصيز بتاعه وبالتالي ايه اللي يحصل لكفاءة الترسيب؟ الكفاءة بتاعت الترسيب تزيد معك بدل ما كان الترسيب بيحصل خط مستخيم بدل ما كان عملية الترسيب الاول كان بتبقى عاملة كده خط مستقيم لأ ده كل شوية الصيز بتاع الحوبايبة كانت هنا عاملة كده شوية هتلاقي الحجن بتاعها زاد وبالتالي هتقرب شوية هتلاقي الحجن بتاعها زاد اكتر وبالتالي الخط بتلاقيه كير في كير فالسرعة بتاعت عملية الترسيب بتزيد وبالتالي في المرحلة دي هيبقى أقل لان عملية الترسيب حصلت بشكل أسرع يبقى عملية الكواجيوليشن اند فلوكيوليشن دي هي عملية الغرض منها ترسيب الكيميائي للمواد الصغيرة لو الميا فيها عكارة قليلة او فيها عساس بنزل صوليد نوعها صغير بابتدي اعمل عملية الكواجيوليشن اند فلوكيوليشن طيب بنفزها ازاي العملية دي هيبقى دية العملية دي هيبقى دية عملية دية ترويب الكواجيوليشن الاولانية دي وبعد كده عملية التجميع ايه اللي بيحصل في دي و ايه اللي بيحصل في دي قالك يا بشمهندس احنا عندنا المواد الكواجيوليشن دي او المواد الصغيرة الحجم بتاعها صغير دي في المياه بيبقى ليها شحنة سليم يعني كل الجزيئات دي بيبقى ليها نجة في تشارس هي كده السيلت والكلية والحاجات دي ربنا خلقها ليها شحنة سليم فبيحصل بينهم تنافر وبالتالي عملية الترسيب بتبقى صعبة حتى لو في جزيئات ترسيبت بيبقى في تنافر بينها وبين نفويها فممكن احشاء الله ارتداد او الجزيئات اللي فيها دي هتبضل موجودة فوق متعلقة في المياه كده طيب احنا كده معرفناش نرسابه وبنعمل ايه بنتطر بقى ان احنا نحط المادة الكيميائية دي اللي هي اسمها الكواجيولانت كلمة كواجيوليشن يعني الترويب العملية نفسها المادة اللي انا بضيفها بقى اسمها كواجيولانت احنا دلوقتي هنتكلم على النظرية قلنا النظرية ديت بيحصل فيها ايه عملية تين الكواجيوليشن والفروكيوليشن الكواجيوليشن هي عملية الغرض منها كسر حال الاستقرار الموجودة في المياه احنا قلنا دلوقتي الشحنات كلها سليبة ومتنفرة ففي حالة استقرار في حالة بين الجزيئات وبعضها انا بكسر حالة الاستقرار دي عن طريق ان انا بضيف مادة كيميائية طب هي المادة دي لما دخلت كسرت حالة الاستقرار ازاي ان المادة دي زي ما هنتكلم دلوقتي اللي هي الانواع بتاعتها بنستخدم اما الشابة اما مركبات الحديد اما كولوريد الحديد اللي هو اللي بيستخدم في حالة الالوان المادة دي لما بتتفاعل مع القلوية اللي موجودة في الم ماية يعني بتكون المادة دالي يعني الشابة الصغر بتاعتها ايه متوسفو فول باي تري ضات تمنتاشر ايتش اي. لما بتدتلي الشابة تيتفعل مع القرويا اللي في الماية بتكون ايتش باي السري المادة اللازجة هو دوت الهايدوكسيد دا هو دا المادة اللازجة اللي هي تجمع المواد العلقة حواليها. يبارا اول حاجة لما ضفت المادة دي الشابة ديت للمية وعملت خلط سريع عشان اكسر حالة الاستقرار بتاعت الجزايات اللي موجودة ديت عملنا ايه? دي استيبالايزيزيشن. طيب لو انا كملت في عملية الخلط السريع دي على كده وزعت الشابة على المية كلها على الحوض كله. وبدأت ايه? ابدأ اكون عملية الندف دي. لو انا كملت لو انا كملت عملية الخلط السريع دي مش هينبع يحصل تجميل. ليه بقى? لان انا كل مكو الندف لو انا كملت في السرعة الكبيرة ديت هتبدأ الندف دي تتكسف. فبنعمل ايه? بنقلل السرعة شوية فبنعمل عملية اجريجيشن. يبقى انا كده لازم عشان احقق العملية بتاعت دي اعمل حاجتي اعمل خلط سريع. تمام? الخلط السريع دوت بيكسر حالة الاستقرار. اللي هي دي ستباليزيشن. وبعد كده هعمل تقليب بطيء يعمل للمولكيولز يعني يجمع المولكيولز مع بعضها او بيعمل عملية اجريجيشن. لازم المفتلحين دول يكون عرفين. دي ستباليزيشن والايه? والاجريجيشن. طيب الحاجتين دول خصلوا ازاي او الناس بتفسرهم ازاي? بيفسرهم على اساس نظريتين. في نظرية كيميائية بتفسر الكلام. وفي نظرية فزيائية بتفسر الكلام. طبعا النظرية الكيميائية بسط لها من ناحية التفاعل الكيميائي. يعني ان بيعمل تفاعل كيميائي ان المادة المراوبة اتفعلت مع المية نفسها. وكونت لك مين? الفلوكس دي. تمام? طيب الناس الفيزيائيين بقولوا يقولوا لا ده المية دية الجزيئات دي شحنتها سالبة. وانت الفلوكس اللي كونتها دي شحنتها مجابة. طبعا بيبدأ يحصل بينهم اتراكشن فورس. بيحصل بينهم ايه؟ قوة جازبة بين النيجاتي بتشارج والبوزيتو بتشارج دي. الاثنين دول بيبدأوا ايه؟ يقربوا لبعضهم ويمسكوا في بعض ويحصل عملية الترس. تمام كده؟ طيب. ايه الفاكتورز افكتنج الكواجيليشن؟ الكواجيليشن هو عملية ادفانس تريم المين من البلين سيديمنتيشن. فهو كل ما يؤثر على السيديمنتيشن من ريتينشن تايم وصيرفاس لودينجريت والدينست بتاعت الووتر والبسكوز بتاعت الووتر والويد لودينجريت الحاجات اللي قلناها كلها في السيديمنتيشن تؤثر. طب ايه زيادة هنا بقى؟ كزا حاجة. الكواجيولانتدوز اللي هي الجرعة او ساعات بيسموها الدوزيج. تمام؟ انا هنحط كمية قديمة من المادة المروبة ديت. الالكالينيتي اللي هي بتاعت المية. المية ديت حامضية ولا قاعدية. الميكسنج او ستيرنج افشانسي. كفاءة الخلق والتربيد. ايه بقى الحاجات دي؟ اول حاجة الدوز هل الجرعة هتفرق معنا؟ اه طبعا انت مش كل نوع مية بتحط له رقم ثابت من المادة المروبة. على حسب التربيدة اللي في المية حسب العكارة اللي موجودة في المية عشان كلا الاثنين دول هتلاقيهم بيأسروا معنا. حسب العكارة اللي في المية انا بحدد جرعة المادة المروبة اللي انا هدف. بحددها ازاي بحاجة اسمها الجارتست. ليه الجارتست ده بشماندس؟ اكلمك عنه دلوقتي التماني شفاية. يبقى احنا الجرعة اللي هجيبها من الجارتست دلوقتي دي تتراوح من خمسة المية على حسب نوع المية. والله الرنج ده بيختلف على حسب ايه? على حسب بقى المية فيها فيها تربيدة يدي فيها عكارة يدي. ايه كمان يقصر البي اتش. ليه بقى؟ لان فيه نوع حسب نوع الكواجلاند حسب نوع المادة المروبة اللي هي بحددها على حسب البي اتش. والله الالوم بتبقى كفائتها عالية في البي اتش من اربعة لسبعة. ليه؟ لان اي تفاعل كيميائي اي حاجة كيميائية هتلاقي البي اتش داخل فيه. يعني اي حاجة بتحصل في كيميا زي مثلا ديس انفكشان. نعم ليجي يتكلم على التطهير. التطهير ان انا بضيف كلور للمية. هلاقي البي اتش او الفاكتور يؤثر عليه. ليه؟ لان اي حاجة بتحصل كيميائي كده لازم بتلاقي البي اتش ليه تأثير فيه. علشان التفاعل نفسه بيتم في بي اتش عالي ولا بي اتش بي اتش ولاية. فالشابة بتتعامل في بي اتش من اربعة ساعة وتكون كويسة. اكتر حاجة بمستخدمها هي الشابة لان هي متوفرة ممكن تنقلها ممكن تخزنها لما بتأثرش على صحة الانسان يعني متاح الكير يعني. ورخيصة طبعا. بتشتغل عند بي اتش اكتر من تمانية وف. تمام؟ يبقى انا الارقام دي احنا ايه هنلتزم بها لانه بيسأل فيها في الانتحان. طيب الميكسنج او الستيرنج في شانسي زي ما قلت لك من شوية انا ما ينفعش اشغل تقليب سريع على طول وما ينفعش اشغل تقليب بطيق على طول. لان لو شغلت سريع على طول النظف هتتكسر. ولو قلبت بطيق برضو المادة المراوبة مش هتتوزع على الحد كله. الحد يكون حاجة كبيرة كمية المية بتوصل مية مية وعشرين مية وتلاتين ميتين الف متر مكعب مية في اليوم او اقل من كده. المهم ان الارقام بتكون كبيرة. فلازم يكون عندي خلط سريع يوزع المادة المراوبة على المية كلها. ثم يليه خلط بطيق. يبقى عملية الخلط نفسها او التقليب هتفرق معا. طيب احنا عندنا كم حاجة العكارة والميكسنج او الفشانسي والالكالينيتي والدونز. ماشا يا شباب كده. طيب. دي هي الحاجات الرئيسية زي ما امتلك الخصاص بتاعت المية من التخزين النوع المادة غالي ولا رخيص. هزينا اتكلم عن اسجار تست بقى. اسجار تست دوت هو عبار عن اختبار دوارق. زي ما شايف في الصورة كده. اجيب العينات بتاعتي. العينات بتاعة المية. نفس علينة المية دي هي دي هي دي هي دي هي دي. كلها جايبها من نفس الترعة. تمام? من نفس المصدر يعني اللي انا هشتغل عليه. وبنعمل الاختبار دوت كل يوم. بابدأ احط هنا جرعة مادة مراقوبة. مسلا هنا خمسة عشرة خمستاشر عشرين خمسة عشرين تلاتين وعا كزا طول ما انت ماشي كده انت شايف اللي ايه المية لونها اغمى شوية. وببتدي اعمل سيميوليشن اللي هيحصل. الكل واحد من دول في قلاب اهو راكب. وده مطور بحدد الزمن وبحدد السرعة كام لفه في اللي ايه? في الديه. تمام كده? وببدأ اعمل سيميوليشن اللي بيحصل. هو ايه اللي مفروض بيحصل في المحطة عشواندس بيحصل خلط سريع الاول. يلي تقليب بطيء. يلي سيد منتيش. خلط سريع هوزع الكواجلنت على المية كلها. بعد كده تقليب بطيء. هاتسمح بان الفلوكس تبدأ تجمع حواليها وتلزق فيها. وبعد كده هطف المطور خالص عشان اخلي الجزيات دي تترسل. طيب هنعمل ايه? هنجيب الست دوارق دي. كل واحد لتر نخط فيه المية ونوزع الجرعة زي ما احنا قلنا. وبعد كده هعمل خلطة سريعة. تفتكر الخلطة السريعة بيكون مدة طويلة ولا قصيرة? هو مدة حاجة صغيرة. لحد اقصى حاجة دقيقة واحدة. نص دقيقة دقيقة. ليه? لان انا بس عايز اكسر حالة الاستقرار اللي موجودة بين الجزيات اللي بينها ريبالشان دي. اللي بينها تناخر يعني. تمام? فانا بشغله دقيقة واحدة بس بسرعة كبيرة طبعا عشان اوزع المادة دي على المية كلها. المية المية وخمسين لفة في الدقيقة. ثم بعمل بعد كده خلط او تقليب بطيلة. لمدة قديه من ربع لتلت ساعة. والسرعة هقللها شوية. ليه? لان لو كملت في السرعة العالية هتكسر الندر. عشان تبدأ تتجمع. وبعد كده هطفل المطول خالص لمدة من تلاتين لخمسة واربعين دي. لحد ما يحصل عملية الترسيب. بعد الترسيب هنلاقي ان الكرة بتاع العكارة عام الكرة. ليه العكارة المتبقية? هنا رقم هنا رقم اقال هنا اقال هنا اقال هنا اقال المية فيها عشان كده قلنا ان العكارة هي الرقم اربعة اللي باثر معانا. لو المية فيها عكارة قليلة. وانا جيت حطيت مية بي بي ام. مية بي بي ام هم اللي هيتفعل منهم بس عشرين. والتمانين اللي بقين دول هيفضلوا قاعدل لك في المية مش لقين حد نيجاتيب يمسكوا فيه ويترسبوا معانا. وبالتالي بقت الفلوكس نفسها اصبحت تربيدي او اصبحت بالنسبةها. وبالتالي تلاقي العكارة زادت معانا تاني. عشان كده احنا لازم هنرسم الكيرف دوت كده وناخد اقل عكارة فيهم اللي هي عم بتدوز مثلا اتناشر يبقى هيديات كده ايه? افضل. ماشي يا شباب? طيب يبقى انا كده عشان اعمل اللي انا عملته بقى دوت في عشان احدد الجرعة يبقى الجرعة ده بيستخدم فين في تحديد الجرعة بتاعت الكواجيلان وساعات بنستخدمه في معرفة البي اتش يعني نشوف تأثير البي اتش هيعمل ايه في المياه? ازاي بحيث ان انا اخلي ده بي اتش وده بيتش تاني وده تالت وده رابع وده خامس وده ثالث وهكذا اغير البي اتش بتاع الناس دي كلها وابدأ اشوف انهي عملت اكتر ريموفال ريشو فيه تمام? عند بيتش اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا سبعة ولا كده عشان اشوف كفاءة المادة المرهوبة دي مع البي اتش. طيب يا شباب اللي احنا عملنا في المعمل دوت هنعمله بس بسكيل كبير بقى في المحمل اللي هو هدخل المياه على او هدخل المياه او هضيف المادة المرهوبة هعمل ادنج للكواجيلانت هعمل فيدنج هضيف المادة المرهوبة نفسها ثم خلطة سريع بنسميها رابد او فلاش ميكسنج ثم عملية تقليب بطيق بنسميها ثم الترسيب ان انا ايه بخلي المياه في خط ترسيب زي اللي شرحناه المال فات بالسبت طيب عايزين نتكلم بقى على عملية كل واحدة من دول الواحدة عملية الفيدنج بتتم اضافة المادة المرهوبة بحاجة من الاتنين ياما دراي فيدنج ياما ويت فيدنج ايه دوت ويه دوت؟ الدراي فيدنج والويت فيدنج الدراي ان انا بجيب المادة المرهوبة وهي بلك كده او اللي هي بمادة رو خام زي ما هي وبتبقى في شكاير بفضيها في خزان وتعدي على سير بلف وتنزل في المياه بتاعتي وابدأ ايه؟ اقلب المياه خلط سريع ابدأ عملية الخلط السريع طيب دوت مش منتشر او مش مستخدم كتير ليه؟ لان الشابة ديت انت بشتغل تتحكم في اللي يعدي منه على السير ممكن حبه يطلعه كتير ممكن حبه قليل الرطوبة كمان بتأثر ممكن الرطوبة اللي موجودة في الجو وتخلي الحبة للشابة ديت يحصل لها ايه؟ تصلم البديل التاني هو الويت فيدنج ان انا اجهز المحلول بتاع الشابة اعمل محلول تركيزه من خمسة لعشرين في المية باجيب مسلا اه شابة بتبقى سيلة وحطها مع مياه في خوض لوحده اسمه الكنسنتريشن الوم تانك هنصممه لوحده اللي هو الخوض بتاع الشابة ده بتاع تخضير الشابة بحيث ان الشابة تكون هنا طلعه لي مع المياه محلول محلول شابة تركيزه خمسة في المية عشرة في المية عشرين في المية وحكذا تمام؟ وابدع احط هنا بامب صغيرة كده تسحب المحلول الشابة دوت وتدخلوا على عالمين على الخط بتاعي بتاع الفلاش ميكسنج تانك هي ال FMT دي بحيث ان انا اعمل عملية الخلط السريع تمام؟ طبعا كفاءة بتاعت الويت فيدنج افضل من الداي فيدنج عشان كنا احنا هنصمم الالوم سوليوشن تانك دوتا شابة ماشي؟ ماشي؟ طيب التصميم بتاعه بقى بيكون ازاي؟ احنا دلوقتي عايزين نطلع حجم سي ما اتفقنا قبل كده ان احنا هنصمم الحاجة ديت ووظيفتها بس ان هي تحتوي المياه مش هشير فيها حاجة فانا عايز اشوف الحجم بتاعها اقديه وعشان اطلع الى بعد اطلع الحجم ازاي؟ الحجم هيتجاب احنا عندنا Q وحدتها وحدتها متر مكعب بير دي لو ضربتها في الاس اللي هي الدوز الجرعة ايه الجرعة دي؟ اللي هي بقلنا من خمسة المية اللي بيحددها في الجارتست من خمسة المية بي بي ام بي بي ام اللي هو ايه؟ اللي هو جرام على المتر المكعب لما اضرب الاثنين دول في بعض كده هتلاقي المتر المكعب ده راح مع المتر المكعب ده يتفضل لك جرام في اليوم لو تفتكروا الحاجة دي حسبناها في تصميم مسلاتج هوب لما اضربت الكيو ديزاين في السسبندد سولدز في الريموفر ريشو فاطلع لي الوزن اليوم لما اضرب الاثنين دول في بعض كده هيتطلع لي الوزن اليومي هل انا عايز وزن او انا عايز فوليوم؟ لا انا عايز حجم ايه اللي حاول الوزن اللي فوق ده الحجب ان انا اقسم على مين على الكسافة بس الكسافة ديت وحدتها واحد طن على المتر المكعب واحد اثنين من مية طن على المتر المكعب او جرام عالصنطيف طيب عشان احول من طن لجرام اللي انا كنت اصيبها فوق اللي هي اللي هنا ديت وانا بحسب عندي دي جرام لازم اضرب تحت فكامك فعشرة بس زت كده انا حسبت مين حسبت حجم الشابة بس او محلول الشابة محلول الشابة ده احنا قلنا متخفف يعني مخطوط بتركيز من خمسة لعشرين في المية فلازم الخزان اللي عندي دوت كده يكفي المية والشابة لاثنين مع معا عشان كده بقسم على مين على السي اللي هي بوينت اثنين بوينت تلاتة رمقسم على رقم اقل من واحد هتلاقي الهوليوم دوت زاد تمام؟ يبقى بنقسم مش بنضغم ماشي شباب؟ طيب طلعت الحجم بتاع الشابة الحجم ده بيساويه بيساوي مساحت القاعدة في الارتفاع الارتفاع بيكون من واحد لثلاثة متر والعدد بتاعهم بيكون العدد بتاع احواض الترصيب العدد بتاع خزانات بالشابة دي بيكون تلاتة بحيث ان هما يبدلوا مع بعضين بحيث ان هما يبدلوا مع بعض MER يعني بحيث ان يكون واحد باللسى بنفاض فيه desarقلها وواحد بتعمل في المحلول. واحد بتساحب مني. بتعمل واديات يعني. كل tenir يخشه تمان ساعة كل تمان ساعة يعني. بس هاي بقى معاك فوليوم. الفوليوم بساوي ايه? بساوي الفوليوم على عدد التركات جيبت الحجم بتاع الواحد حجم التانك الواحد بساوي الاريا في الاذيه? حجم التانك الواحد معنا والديبس معاي هتلع الاريا اللي هي بتساوي احنا بنعمل الخطة هو مربع او ساعات يبقى داهري. دي او دي. فالغالب المنتشر اكتر ان هو مربع. الدكتور لما بيسأل بس على الفوليوم. يعني ما جات في الامتحان سأل بس على الخاطوة بتاعة الفوليوم بتحسيب لي الفوليوم بس. طيب بيسأل على ايه تاني بيسأل على النقطة دي. مهم. اللي هي الالومويت. انا عايز وزن الشابة بس. اجيب الوزن منين? انا هنا جبت الفوليوم اللي هو الوزن على الكسافة. وعلى التركيز. طب لو انا عايز الوزن بس. اضرب الاتنين اللي فوق دول في بعض. دي كده. جبت الوزن. بس ما تنساش تقسم على ايه? على عشر والستة. يبقى كيو ديزاين في الاس. على عشر والستة يديك الوزن بالطن في اليوم. طب انا لو عايز احسب لشهر كامل اضرب في ثلاثين يوم. طب لو عايز احسب الكمية بتاعة الشابة للسنة. لو انا عشان اقول مثلا والله المحطرية هتجيب للسنة مية طن. او خمسين طن. تمام? احسب الخمسين تن دي ازاي اضرب الكيو بتاعة المحطة في الاس. الجرعة بتاعة الشابة اللي انت حطيتها. على عشر والستة في تلتمية خمسة وستين يوم. يجب لك ايه? الكمية بتاعة الشابة. طيب. دي كده ليه? الحوض بتاع الالم سوليشن تنك. نخش على تاني حاجة اللي هي مين? اللي هي الفلاش ميكسنج تنكي. فحنا كده صممنا الاولاني. نخش على الفلاش ميكسنج تنكي. حوض الخلط السريع. الحوض بتاع الخلط السريع. احنا عندنا لازم نعرف بس بنعمل الخلط السريع ده ازاي. ايه الخلط السريع? ان انا بقلب المية بسرعة كبيرة. عشان كده في حاجة فاكتور جديد هنشوفه هنا. حاجة اسمها الجي فاليو. ايه الجي فاليو دي? قيمة بحسب بيها او بشيك بيها على كفاءة الخلط. الخلط دوت انا لو بخلط مية غير لو بخلط عسر غير لو بخلط زيت كل مادة هتعتمد على مين? على الفيسكوزتي بتاعتها. يبقى الفيسكوزتي دوت فاكتور معان. ايه كمان? لو بخلط في كباس غيره غير لو بخلط في حوض كبير غير لو بخلط في 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 جاردر مسلا متواصل. يبقى حجم الوحدة اللي انا هاخلط فيها ريفري معاك. ايه كمان? الباور. انا بخلط ايه القدرة بتاعت الامبيلر او المروحة اللي هتلف ديت. كل ما الفوليوم واللي زوجة اتغيرت الباور بتاعتي هتتغير. فالجي فاليو هو وعلاقة بين الباور على الفيسكوزتي ومين الفوليوم. حجمه بتاع الوحدة اللي انت هتخلطه. طبعا بما ان انا بخلط خلط سريع فالمفروض اللي الجي فاليو دي تكون كبيرة ولا صغيرة. مفروض تكون كبيرة. 700 لألف ساكند ماينس واحد. اللي هو كل سانية يعني. كل سانية بيكون فيه من 700 لألف ايه الرينج دوت. هاخلط ازاي شباب قدامنا كزا حاجة. يا اما هيدروليك ميكسنج. يا اما ميكانيكال او انلاين ميكسنج. يا اما ميكانيكال ميكسنج. ثلاث انواع من انواع الخام. الهيدروليك مشكلته الوحيدة في ان هو بيبقى فيه هيدلوس كتير. حاجة هيدروليكية كده. وبيحصل فيها هيدلوس. بعمله ازاي? يا اما عن طريق ان انا اعمل هدار او همب كده. عتبة صغيرة كده. يحصل بعد ان المياه ميشي هيدل يحصل هنا هيدروليك جامل. وتبدأ المياه تدخلط مع بعضها او يحصل هنا اضطراب في الجزئية ديت كده. ابدأ احطنا المادة المراوبة بعد الايه بعد الهدار دوت عشان تدخلط في الجزء بتاع الهيدروليك جامل. فس يعيبوا ايه قولنا الهيدلوس. او ممكن ان انا اعمل الخلط راتان تريل بوفلز ان انا ادخل المياه من هنا كده. ويبقى فيه وهي نحيطة وهي نحيطة عكسها بحيث ان المية حصلتها تبادل كده ابدأ انا اضيف المادة المراوبة هنا وهي تدخلت وهي ماشية في الطريق كده خلال ايه ده بلان هنا او لو البافلز دي راسية وقفوها نازلة من السقف من فوق كده وطالعة من الارض من تحت المية تمشي كده 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 مطاقة دي ايه تتخرك في الاتجاه اللي احنا عملنا هنا طب ايه الان لاين ميكسنج ان انا بعمل اختناق ممكن في المصورة نفسها كده لو جيت قللت القطاع بالشكل ده كده القطاع كان هنا واسع وبعد كده ديقته القطاع لما الارية ال السرعة هتزيد وبالتالي احصل الخلط هنا بشكل اسرع يعني احصل الخلط هنا ايه سريع اخر حاجة الميكانيكال ميكسنج وده على حسب الشكل ممكن احط مروحة يعني او بليدز اللي هو دراعات كده طالعة بتبتدي الدراعات ديات هي التلف بتعملك عملية ايه الخلط طيب التصميم بقى اللي احنا نشتغل عليها نشتغل على الميكانيكال ميكسنج او اللي هو الفلاش ميكسنج تانك اللي بيبقى في مروحة الامبال همتبط الغرض منه احنا قلنا راجل ضغط بمشاكل عامل ازاي بيبقى حوض دائري في الغالب ممكن يبقى مربع او مستطيل ممكن او شوانس بس اللي احنا نشتغل على تصميمه الدائر بيبقى حوض دائري كده المية بتخش له من النص من السنترول كده بتبدأ تخش من النص هنا كده وتملأ الحوض كل الحد الاخر وببتدي اعمل هنا اه هدار دائري كده اهو ده الخط يسوي الداوت كده هدار دائري بحيث ان المية تعدي من عليه كله من فوق من هنا كده من الجناب دي كلها وتبدأ تخش في القناة الخارجية دي قناة الخروج دي وبقسم القناة دي بحوائط هنا على حسب عدد احواض الترسيب او الاحواض اللي هي بتاعة اللي انا هصممهم دلوقتي يعني انا هاعرف الاول عدد الاحواض طلع معي مثلا خمس احواض هاعمل غرفة التوزيع واحد غرفة التوزيع تقدر تخدم لحد ست احواض طب اه افرد انا طلعت عايز عشر احواض يعني فاش اخدمهم بواحدة بس ليه لان مش عارف اقسم القطر اللي هو الاربعة متر ولا الخمسة متر الصغير ده مش عارف اقسمه خمس عشر خنات اخري ست خنات طيب اكتر من كده هبدأ اعمل اثنين اثنين واضي المية الواحد فيهم يوزع له كل واحد من دول يوزع لخمسة والتاني اللي جنبه يوزع لخمسة وهكذا طيب هنصمم في ايه احنا عايزين نصمم الفوليوم بتاعه عايزين نطلع حجمه الابعاد بتاعته الديبس بتاعه عايزين نشوف الامبيلر اللي جوه المروحة اللي جوه هنصممها ازاي عايزين نشوف الديامتال بتاعها عايزين نشوف الاتش بتاعها قدي بتخش لحد عمق قدي كل الحاجات دي ايه قلنا من شوية ان دوت خلط خلط سريع وبالتالي يكون زي ما قلت لك اخر دقيقة من خمسة لستين سريع طيب احنا بنقول تيك تلاتين ليه لان المنهج القديم كان احنا اللي بنشتغل من اول دلوقتي في الامتحان الدكتور هول هيقول لك سيقول لك فلاش ميكسنج تانك فلاش ميكسنج تانك وانت هتبدأ تشتغل فلاش تفرض حاجة ما عندك خالص معانا الريتنشن تايم والكيو ديزاين اللي هي الماكسيمم منس اللي مضروبه في الواحد واحد من عشرة اللي هم الفواقد اقدر من الفوليوم اطلع الريتنشن تايم الدبس بتاعه زي الدبس بتاع من واحد لتلاتة متر برضو الدكتور هيدهولك مش هيسيبك تنفرض حاجة اطلع الريا اللي هي الحجم على الدبس هيطلع عن الريا الحجم على الدبس تطلع عن ايه الريا دي شكله عامل ازاي زي ما قلت شكله سيركولر ده ايه بتساوي ان في باية على اربعة فايتربي في الغالب ان اكبر او يساوي الواحد طيب احنا هنشتغل على ايه في الامتحان نركز معايا عشان لما جابها جابها مرة وما حددلكش ان بكام انت لو ما حددلكش هنعتبر ان هي ايه واحد بس يعني انا هشتغل على حوض اه توزيع واحد بس او حوض اللي هو بتاع الفلاش ميكسنج تانك واحد بس مش معنى انا بقول حوض توزيع لان احنا ساعد بنستغل دوت كده ونعتبر ان هو حوض التوزيع لان انا اهو زي ما قلتلك بقسمه بحواط هنا كده بحيس يوزع لي المي يبقى انا حطيت فيه مروحة وقلبت تقليب سريع وفي نفس الوقت استغليتم هو يوزع لي المياه على الاخواض كله تمام؟ طيب لما باجا صمم الامبلر المفروض ان نلقتش بتاعها العمق بتاع الامبلر هنا بالنسبة للدبس كله بيكون حوالي تلتين من تلت لتلتين وبرضو الديامتر بيكون من تلت لتلتين القطر الكل بتاع الخط يبقى دي تلتين الديبس وده من تلت لنص الفوري الجي باليو بحسبها ازاي بقى بكون انا عارف الرينج دوت والدكتور هيدولك انت عارف الرينج كمان الدكتور في المتحلم سي كيو هيدولك معايا الجي باليو ومعايا الحجم انا طلعته من من الريتينشن تايم والكيو ومعايا الميو رقم ثابت كان واحد واربعتاشر فعشر والسالب ثلاثة تمام هقدر اطلع مين؟ هقدر اطلع الباور دي بتساوي ايه؟ على حسب نوع الحاجة المستخدمة هل انت شغال بامبيلر مروحة؟ ولا شغال ببليدز؟ اللي احنا شغالين بيه في هو امبيلر الموادلة بتاعتها كي في الاس في الان تكعيد في الدي والصفاية مين الكي سابت هناخده بكام هناخده بواحد تمام؟ مين الاس؟ هي الكسافة الرو هنا بتوع ميكانيكا بيسموها اس تمام؟ اللي هي كام الف مش واحد هناك في القانون بتاع الالم solution tank او القانون بتاع مكان الاسلوج كنت نداخدها بالطن عن متر و مكعب هنا هنميشتغل بالكيلو جرام خلي بالك من الوحدات بس الان عدد اللفات كام ريبوليوشن بير سكند لو اقم واحد اثنين عدد ريولوشن بير سكند او من من 60 إلى 120 ربوليوشن بير ابدأ اعود بالقيم دي وطلع مين وطلع انا معي الكي ومعي الاس ومعي الان اطلع مين الديامتر بتاع الامبيلر وابدأ اشيك عليه اشوفه من تلت النص الفاي ولا لا في الامتحان الدكتور بيجيب اسئلة اللي لحد السنة اللي فاتت بيجيب لحده يديك الجي فاليو وانت عارف حافظ القيمة بتاعت الميو وحافظ وانت لسه مصمم الفوليوم بتاع افوق تقدر تطلع للبار بس طيب انت معاود في التعاوضة دي كده واخد الدرجة زي الباشرة تمام فالموضوع ان شاء الله ايه سهل المرخلة التالتة اللي هي الفلوكوليشن اللي احنا كده عدنا على عملية الفيدنج يليها الفلاش ميكسنج تانج يليها الفلوكوليشن الفلوكوليشن هي العملية الغرض منها تقليب بطيء وبالتالي الجي فاليو هنا هتبقى صغيرة شوية من 20 لسباين تقريبا 10 في المية من اللي فوق اللي فوق من 300 لسبعمية انما ديت من 20 لسبعين بعمله ازاي الخلط البطيء ده برضو نفس الكلام اما هيدروليك اما ميكانيك هيدروليك زي ما انت شايف كده قد البافل زي كده ويبدأ يقلب المياه رايح جاي كده بينهم وهي المياه تروح هنا وترجع من هنا وترجع من هنا وترجع من هنا وترجع من هنا وترجع و هكذا تمام؟ في البلان او في الاليفيجن يعني انبلان او انسيكشن اما رأسي اما وفق او ميكانيكا باستخدام اللي هما البدلات البدلات دي اما تكون رأسية عشان تقلب المياه كده تم في دوامات حيث ان الفلوكس تتحرك في وسط المياه كلها كده وتبدأ تجمعلي الساسبيندد السولدز اللي موجودة في المياه او الكولويدز اللي موجودة في المياه الكلام ده بيتم فين؟ ما ينفعش اعمل الفلاش ميكسنج او الفلوكوريشن تانك الواحده والسيديمنتيشن تانك الواحده ليه؟ لان انا باش مواندس لو جيت عملت ده الواحده وده الواحده ادي الحوض بتاع الفلوكوريشن وبعدين الحوض بتاع السيديمنتيشن او الاتنين موجودة ده في البدلات بتاعتك سواء كانت افقية او رأسية اي امكان ودخلت المياه مش انا هعوز ان انا اطلع المياه من هنا في مصورة انا دخلت المياه دي عملية الفلوكوريشن ايه اللي حصل فيها؟ انا جهزت الفلوكوريشن خليتها تمسك في الكولويدز والمواد العلقه دي ويكبر الحجم بتاعها طب لما اجا ماشيها بقى في المصورة الى ايه اللي ضمنني ان الفلوكوريشن دي مش بالتصميم بتاع المصورة اللي هو السرعة من بويند ستة الواحد ومص مش هتتكسر لا تتكسر ولو قللت السرعة هيحصل لها ترسيب فين؟ في المواسير دي وبالتالي انا لازم اعمل دمج للحوضين دول مع بعض فبنعمل ايه؟ بنعمل حوض واحد كده مستطيل في الاتنين ندخل المياه من هنا كده تخش على الفلوكوريشن يليها تخش على مين؟ على السيديمنتيشن او ان انا اعمل حوض دائري اعمل في الاتنين مع بعض برضك ادخل المياه في النص هنا على الفلوكوريشن وبعد كده بره على مين؟ على السيديمنتيشن ماشي كده؟ يباحنا نرجع كده الكلام بتاعنا هنبدأ نشتغل على الميكانيكا الميكانيكا فيه ايه؟ فيه ريكتانجولر فلوكوريشن انت سيديمنتيشن تانك اللي يحضين مع بعض كده وريكتانجولر تمام؟ او سيركولر الريكتانجولر ده شكله عامل ازاي؟ المياه هتخش من الهبدار بتاع الدخول عادي جدا هتلاقي البادلز هنا والجزء الاولاني دوت كده اللي هو الديبس بتاع الفلوكوريشن ده اللي هيحصل فيه التقليب البطيء هجاه هزي الفلوكوريشن طيب ايه اللي حاصل دوت؟ البادلز هنا كتير وبعد كده قلت وبعد كده قلت ليه؟ لان انا عايز السرعة تقل لكل ما اروح ناحية مين؟ ناحية الترسيب انا مش عايز الفلوكس تخش هنا بسرعة عالية عشان لو دخلت بسرعة عالية زي ما انت شايف بخلي الدبس بتاع الفلوكوريشن اقل من الدبس بتاع السيدمينتيشن بشوية لانه لو هما الاثنين نفس الدبس والمياه دخلت على طول كده هتاخد السلدج اللي متجمع هنا واتطلعت هنا فانا بحاول عالي دوت فوق شوية كده فس ان المياه تمشي من فوق من هنا كده طيب وعشان كمان اضمن ان المياه دخل لمنطقة السيدمينتيشن بطيئة برحيتها بخط هنا حاجة اسمها اند بافل اند بافل دي حيطة قفل الحتة دي كده ومتخرم الحيطة دي بحيث ان المياه تطلع من الحتة دي برحيتها كده خالص تخش على منطقة الترسيب زي اللي شرحناها المرة اللي فاتت بالظبط فيها السكرابرز اللي بتعمل كسح للسلدج دوتو تجمعه هنا ورتنشن تايم برضو نفس الكلام بس هنا ريتنشن تايم بقل شوية لان انا كفاءة الترسيب هنا اعلى كفاءة الترسيب الكيميائي تبقى من ستين لسبين في المية اما هناك من خمسين لستين في المية او هنا من سبعين لثمانين وهناك من خمسين لستين تمام؟ اللي لسه يلين الاند بافل فهي ديتها هي طيب هل هنا مصورة الدخول والخروج تصميمهم زي هناك؟ لا هناك كان مصورة الدخول والخروج بتاعت البلين سيدمينتيشن واحد مش فارق معايا حاجة انما هنا مصورة الدخول هتتصمم على سرعة من بوينت ستة الواحد مص عادية جدا لان هنا مفيش اي فلوكس بدأت اكون هنا الفلوكس ودخلت رصبت الفلوكس والتسبندد سولدز هنا وفضل معايا شوية فلوكس صغيرة ملحقتش تترسي في الساعتين او الثلاث ساعات اللي انت قاعدتهم جوا الحوض ده فطلعت لك هنا انا بقى عايز الفلوكس دي في الربط سندفلد احنا قلنا عندنا السيستم اللي منتشر كتير هو الكيميكال او اللي احنا بنعمله دلوقتي دوت يليه رابط سندفلدر تمام؟ الربط سندفلدر لما بيجي يشتغل المسافات بتاعته واسعة فلو عديت فيه الساسبندد او الكولويدز او المواد العلقة اللي موجودة دي لوحدها هتعدي وهتجري فلازم بكون بجهز الفلوكس الصغيرة اللازجة عشان تلزق فيه وتتحجز جواه فهي الميكانيزم بتاعت الحجز في الربط سندفلدر يعتمد عدمين على الفلوكس الا انا لو كسرتها هنا خلاص بازلت السيستم بتاعها وبالتالي لازم السرعة في المسورة دي او القطر بتاع المسورة دي يكون اكتر ولا المسورة دي؟ لا المسورة بتاعت الخروج ليه؟ لاني بخلي السرعة هنا من بوينت ثلاثة لبوينت ستة ثلاثة من عشرة الكامل لستة من عشرة شرعة ده الشكل الريكتانجولار طيب الشكل السيركولار هيبقى عامل ازاي؟ بالمنظر اللي قدامك المية هناك كانت بتخش من الجناب هنا لا هتخش من النص وتبدأ تخش في المنطقة بتاعت اللي فيها البدالات دي اللي هتعمل الدوامات عشان توزع الفلوكس كده في وسط المية كلها وتبدأ تكمع الايه؟ المية هتخش تقود هنا شوية وتعدي على الهدار دوت من هنا والهدار ده من هنا كده وانشرونordingوا الدائري We head here مايغاني اهده من هنا ومن هنا من انه ما به Saint من الهيدات دي دخلت علي المرحلة بتاعت مطلعت من فتحة من تحت من هنا كده وفتحة من تحت من هنا دخلت على مرحلة الترسيب يبقى فيه هنا جزء الموت بتاعت الترسيب اللي هو الجزء ده كده في النص اللي بين الخط ده كده وهنا برضو بين الخط ده والخط ده لان الشكل ده ايه؟ سيركل اللي هو فيه في البلان الجزء من اول هنا كده من اول الخط الدائري ده لحد ده كده هو ده جزء بتاع الترسيب كده 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 تمام؟ والجزء اللي في النص ده هو بتاع الفلوكوليشن طبعا المنطقة بتاعت الفلوكوليشن الحجم بتاعها بيكون اكتر ولا اقل من بتاعت السيديمينتيشن؟ ها؟ اقل طبعا ديه؟ لان السيديمينتيشن قولنا الريتنشن طيب هتقعد فيه من ساعتين لترسيب انما هنا احنا بنقعد من ربع ساعة لاربعين ديئة مثلا وبالتالي ليه؟ لان انا عايز بس الفلوكس تبدأ تجمع الساسبيندو السولدس وخدها على طول ايه؟ اعمل لها ترسيب تمام كده؟ يبقى لازم نكون فاهمين الميكانيزم الاول كم بيطلب انهم رسم في المتحان دلوقتي امسي كيو ما عادش فيه رسم انت لازم تكون متخيل الكلام ده عشان هتخلش تتصير فيه الشافة تمام كده؟ طيب لما باجه اصمم بقى نفس الجزء بتاع السيديمينتيشن هو هو تيبكة بالضبط بقى افضل الريتنشن طايم surface loading rate اطلع الريتنشن طايم والفوليوم من الريتنشن طايم واسم الاتنين على بعض اطلع الديبس انت بقى الدش ده كله كده اللي احنا قلنا قبل كده مش هتعمله تيبكة لا ده انا عايزك بس تبقى عارف ان surface loading rate بطلع منه الريتنشن طايم وان الريتنشن طايم بطلع منه مين؟ الفوليوم او العكس لو انا معي فوليوم ومعي كيو ديزاين اقدر اشيك على الريتنشن طايم بكام نفس الكلام هنعمله بس عايزين نعرف الكريتيريا بتاعت النوع ده اللي فلوكيوليشن ده بيكون تقريبا من تلت النص ده والديبس بتاع الفوليوم سنطرح منه من نص ده معي الفوليوم اللي اطلعته من الريتنشن طايم ومعي الفوليوم اللين اطلعته في الغ 유�如果 الأمل طيب ده لطب اتملاع هنا لطب اOST يسوي جزر على ميو في الفي معكس جي من عشرين لسبعين والفوليوم هطلع على الباور الباور بتسوي نص في السي دي في الاي في الرو في الفي ار تكعيد مش زي اهماك في الاس في الان تكعيد في الدي لا هنا عشان الشكل بتاع المروحة او وسيلة التقليب تغير وبالتالي القانون بتاعها ايه تتغير مي السي دي زي الكهناك هو ايه تاكتور برضو بناخده بواحدة الايه هو الاريا بتاعة البادلز دي احتاج بندلات او قلبات مساحية تقدي الرو هي الكسافة هنا صريحة ب الف والدي ار تكعيب اللي هي السرعة النسبية بين البندل والمية لما في الف بيبقى سرعته قدي بالنسبة للمية تقريبا نص يعني السرعة اللي بنالها للمية بتغفل بص قيمة السرعة اللي هو ماشي بي تمام؟ اتعوض هنا برضو الجزء دوات ما بيجيش كتير هو بطلب لحد مين لحد الجي غاليو بس تمام؟ طيب في السيريمنتيشن في السيركولر fire برضو الديبس اكتر من هنا نص الواحد الفاية بتاع الكل بتاع السيديمنتيشن في آت علاقته بلا في ان في سيديمنتيشن علاقته بلا في ف فوكليشن بيبقى من تلت النص ليه سيديمنتيشن بيبقى من تلت النص ده الشكل بله عشان بس تتخيلوا يبقى ده الكوبري ده اللي بلف ماسك مرتبط مع الكسحات بتاعت السلاج بلف كده والارضية ميلة زي اللي فات بالزبط خالص وهنا بس تزيادة دوت في الجزء بتاع لو في مواد طفية بتطلع على الوش هنا بيبدأ يعمل لها كسحة تمام تتجمع كلها في اللوندر او في القناة بتاعت الخروج دي كده ويبدأ يسلق ده شكله في الحقيقة تمام شوفناه في اللي فات ده الجزء الدائري الشموس ده بتاع ونازل من هنا هوش لو شايفين هتا دي جدا اللي فيها البندانات تمام لما باجا صمم بقى الدائري برضو نفس النظام الريتنشن تايم من 20-30 طلعت الهوليوم الدي ان بيبقى من لحد 3 متر من 2-5 متر ناخده 3 ناخده 5 هو اللي هيحدد لك الارقام دي الامتحات تمام الريا بيساوي الفوليوم على الدي ان الريا دي بيساوي ايه ان في على 4 في ان تايم كنت هنا بفرض الان طلع الفات هقل من 14 لأ انا هقول لك الفاي ان بكام والفاي اوت بكام وسألك عن ان او اقول لك الفوليوم بكام واقول لك شيك لعرفين شنطايم المهم انت هتكون عارفني من المنظومة دي مين بيطلع مين ايه بيطلع ايه تمام وتابي كلب الزبط زي اللي فات كله في فيه اختلاف وحيد بس في الجزء بتاع النسلاتجهم لما كنت بجمع هناك كنت بضرب دي في دي عادي خالص هناك 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 كانت القيمة اللي هو هيديها لك هيديك 80 50 70 100 ايام كانت الرقم اللي هو هيديه لك تمام؟ هنا بقى لا ده انا الرقم اللي انا هديه لك التمانين او السبعين ده انت هتزود لعليه شوية ليه لان انت حطت كيميكالز بقى اصبح عندك فيه مسبب للعقارة تاني فيه حاجة فيه مادة عالقة كمان موجودة في المياه يبقى انت كده التربدة دي هنزود التمانين و هنزود عليها شوية ايه شوية دول بقى رقم او قيمة اسمها اكس في الدوز يعني انت حطت مادة مراوبة قدية حطت عشرين بي بي ام الى عشرين بي بي ام دول لو كانوا هم شابة كل عشرين يطلعوا لك بوين تربعة تلاتة في العشرين ليه؟ لان الشابة اللي ما بتتفعل مع المياه بيانتج عامها هيدروكسيد قدية بوين تربعة تلاتة من الكمية اللي انت حطتها فانت لو خطت مثلا مثلا مياه فانت هتحطي لي هنا هتزود لي كم؟ هيطلع لك تلاتة واربعين شابة اللي هو مياه مضروبة في كم؟ في بوينت اربعة تلاتة تمام؟ طيب لو خطت كولوريد حديد هتضرب لي الاكس دي هتشيلها وتحط ما كانها كم؟ بوينت ستة ستة في الدوز اللي انت حطت يعني لو خطت مياه هتضرب لي مياه في بوينت ستة ستة هيدي لك ستة وستين تزودهم كم؟ يبقى كل اللي يختلف هنا هتزيد شوية تمام؟ وطبعا الريموفر ريشيو بما ان الكيميكال كفاقته اعلى فبيزيد بيبقى من سبعين لثمانين في المئة مش خمسين من ستتين زي زي اللي فاتت الارقام اللي كلها هو هيديها لك في الامتحان وما نحل في الشيت دلوقتي هتلاقينا حلين على القديم لان المعلومة دي هو دكتور رسا حطتها السنة اللي فاتت والشيت محلول من قبل كده فانت هتلاقينا الارقام اللي حطنا في الشيتات اصلا الاختيارات سريع على الايه على الاديم عندما في الامتحان لو جالك هتشتغل بالقانون الجديد دوت كده شباب ماشي كده ده ايه بقيت التصميم بقى الانت بايب هتبقى من بوينت ستة الواحد ونص اما الاوت لت بايب لا ده من بوينت تلاتة الكام لبوينت ستة ماشي كده طيبعا دوت الايه التوزيع بتاعة الاحواض اللي هو قديم وجديد قبل كده كان المفروض ان هو في البداية بيحط دوت اللي هو قديم القليلaggio البداية من اتنين مع بعض فى مستطيل حود المستطيل وبعد كده احدى اperform اللي هو الدائري الدائري اسمه اليه اسمه كلاري فلوكوليئر يعني ايه خود سير كولير يا ب При ادعين سير كولير يعني سيركولير تمام لاب بجاءических سلمion لينتسمعه علىarken اي الامتحان بقى ده سيركولر ولا ريكتانجول Each cake لأ بقى انت كده مش فاهم حال خلص طيب الشيت بقى احنا كنا حللنا مسألة على السديبنتيشن العادي في الاول في الشيت اللي فات بقيت الشيت كله على الخلوكوليشن والكواجيوليشن انا مديلك اوتر تريتمنت بلانت اسد بروسس كذا رقم اهوة دي تقريبا مسألة السديبنتيشن العادية نحن حللناها المرة اللي فاتت دي اللي احنا حللناها المرة اللي فاتت عايزين بقى مسألة على دي المسألة اللي هي بتاعة الكواجيوليشن فور اوتر تريتمنت بلانت سيرفينج سيرفينج أسيتي اوف تلتمية ألف كابيتا والووتر كونسامشن مدهولك والبيك فاكتور واحد واربعا مش واحد ونص والسيرفاس لودين جريت في الجزء بتاع السليمينتيشن الزامك بيه ستة وتلاتين ومدينا كمان الوركينج بيريوت او الوركينج اوارس المحطة دي شغالة عشرين ساعة لو واحد دية والديبس بثلاثة او انا هدي لك كل حاجة بقول لك والله يا بش مهندس الريتنشن تايم في حوض الخلط السريع ده دية والديبس بتاعه تلاتة متر بتعرف تقولي الديمتر بتاعه كام؟ ما انت عارف ان الريتنشن تايم ده هيطلع لي مين؟ اه؟ الفوليو احسب الي هي الماكسيمم منس لما تروبه في واحد واحد منه عشرة يبقى كيو افريج اضرب بوبيليشن فوتر كمزا بشر على الف طيب بش مهندس هنا مادنيش عدد سنين تصميم او في المستقبل مفروض ان اصمم على المستقبل خلاص انت التزم في طرح ما ما قالش حاجة على الان يبقى انت هتشتغل على الارقام الموجودة طيب الزمني بان يبقى هو هيطلب منك الديمتر بتاعه دوت على المستقبل ماشي؟ هنحسب الافريج السكان في الاستهلاك على الف عشان احواله دي اكيو ديزاين واحد 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 واربعة في الافريج طلعناها وهقوم محولها بقى اقسم على عشرين مش عربعة وعشرين عشان عادة تشغيل هنا عشرين طلعتوا بالاول واقسم الرقم اللي طلع دوت على ستين بستين على ستين الاول هيطلع لي هيطلع لي بوحدة المتر مكابر منت واقسم على ستين تاني يطلع لي متر مكابر دي لان لما اجا شيك عشان لو عزت الفلاش مكسينج تانك نواجه اشتغل مسلا هممديك بتاعك واحد منت طيب تضرب لي الواحد في السبعة وسبعين داع على طول او حولتها انا ستين ثانية فضربت الواحد ثمانية وعشرين في ستين في كام؟ هيطلع لك ستة وسبعين وتمانية وعشر ده الحجم طيب الحجم ده بيساوي ايه؟ بيساوي مساحت القاعدة في الارتفاع انا مديك الديبس بكذا يبقى الحجم والديبس لما يتقسموا على بعض هيديني ايريه طلعت اليريه خمسة وعشرين وستة اليريه بتساوي ايه؟ ان في باية 4 طيب لسه يلين من شوية لو مقليش حاجة عن الفلاش مكسينج تانك الان بتاعته هنعتبرها واحد انا اعتبر ان احنا نشغلين على واحد بس فهو الدكتور برضو هنا مقلزمناش بحاجة ما تقوليش بقى خمسمية وستمية وسبعمية ده خمسة وسبعة متر ده ده حاجة خرصانة خمسة وسبعة يتقرب لخمسة سبعين تمام؟ احنا بنقرب لقرب رقم عشر يعني الصفر ما يديش السبع يبقى بقى خمسة سبعين ما تجيش تقرب لي تقولي ده ستة متر لا ده ده مش مصورة مش مش اكتر ستاندرد بحاجة خرصانة احنا بنحط يعني بنصبها على حسب ما احنا عايزين طيب جي بعد كده قالك الجي باليو بكزا تعرف تقولي الثيوريتك الباور بكام؟ ما انا عارف ان الجي باليو بتساوي جزر الباور على ميو في الفي الجي باليو هو مديها بسبعمية ساكند منص واحد والميو انا حافظه والفوليوم باي على أربعة في فاي تربيع في الدبس ما انا معايا الفاي ومعايا الدبس طيب انا كده معايا كل الحاجة تقدر اطلع مين؟ الباور بمين؟ بالوات باور في القانون ده بتطلع بالوات مش بالهورس باور طيب قالك لو الـ الـ و الـ و الـ انا اتفعنا بقى ان هو نفس الـ نخذ المستطيل ده بتبقى المية داخلاله من نفس العرض اهو العرض الـ هو نفس الـ هو نفس الـ لو مديك الـ الـ بكم ما انا مديك الـ مديك الـ وكنت مديك فوق في راس المسألة الـ محسوبة المخطشة غالي 24 ساعة فلازم احولها اول احولها اول ازاي الـ 36 دي هقسمها على 24 مش على 20 ليه؟ لان دي كريتيريا محسوبة المخطشة غالي 24 ساعة يبقى انا هشتغل على كيو بتاعتي 4620 اللي هي مقسمة على 20 يعني وهياخد اقسمها على الـ اللي هي الـ 36 بس مقسمة على 24 فانا هجهز نفس كده الـ 36 لما تتقسم 24 دين واحد ونص متر مكعب لكل متر مربع في الساعة لما اقسم الكيو على الـ اللي بالساعة عشان الواحدتين يبقوا زي بعض كده واقسم نتنع على بعض يديني الـ الـ لازم تاخد ذلك من الخطوة كده لان دكتور بركز عليها في الـ طلعت الـ بساوي N في الطول في العرض انا معي الطول ومعي العرض اعرف اجيب الـ سبعة وسبعة من عشرة يطلع لي ثمانية تنكس طيب جزء تاني في المسألة او مسألة تانية قالك الـ بوغيليشن بكام والووتر كونسام شن بكام والـ 16 ساعة والـ القلم واحد ونص طن في اليوم والـ واحد ونص متر في الايه؟ في الساعة عايز الديامتر بتاع الـ الاربعة يعني يعني او كل دول اسامي احواض الترسيل عايز قطر الـ الاربع احواض بتوع الترسيل انا كده اديتك الـ تمام؟ ومعايا الـ اعرف احسيبها احسيب الـ جبت الـ و تمام كده واحد واحد ونص في الـ وحولتها وصلت على عادل الساعة بتاعتي التشغيل حولتها ومائة 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 و سيديم الـ جاهزة يبقى اسم الـ على الـ تديني الـ الـ هو مالية يعني مالية مثل تعال يا هذه ليست محتار بين وطل تعمل الجزء بتاع الـ بقى الارية يساوي ان في لسة قادلين من شوية هنبصينا اكرا على الراجل ده الجزء بتاع الكلاري اللي يحصل في الترسيب فين هو الجزء ده كده اللي بين التنين دول اللي هو مساحة القاعدة ده في الارتفاع او اللي لما احسب الاريا دي باي على اربعة في فاي الكبيرة دي تربيع ماقص فاي الصغيرة دي تربيع يديني ليه الحتة اللي في النص دي دي لما تلف مع الحتة دي قليعة دائرة كده ماشي هماشي يبقى بضرب في فاي دي تربيع فاي سرمديشين تربيع انا قصفاي فليكوليشان التدريج. السيوم الفايف لكيوليشن 4 من 10 من الفايف سيديمينتشن. ايه ده بشان انت بتفرد اهو. احنا برفرد هنا عشان الشيت. الشيت مش كامل. دعا بص على الامتحان. الامتحان فاعلنا لسانة اللي فاتت واللي قابليها. احطتولك اهوت. هتلاقي ايه هو ما اديلك الارقام دي. اهو قالك اه. فانا معايا السيتلينج فلوستي دي هتطلع لي الاريا صح ؟ على السيتلينج فلوستي اطلع الاريا الاريا بيساوي ان في مايه على 4 فاي سيتلينج فلوستي تربية معايا ده ومعايا ده هتطلع الان بسهولة جدا تعويضة واحدة ماشي ؟ ايه ؟ احنا لسه مطلعين زي ما قلنا في المسألة بس انت بتطلعها بالوط كل اللي عمل ان هو حطي لك دي وحدتها ايه ؟ كيلو وط والنتج اللي انت هتطلعها تقوم اسموه على الف يديك الواحد واشترا وهكذا هتلاقي الموضوع سيتماتيك خالص زي ان في الشيك تمام ؟ طيب الفلوكوليشن زون اللي الديبس بتاعها 3 متر بتاعها يبقى كم ؟ انا معايا الديبس بتاع الفلوكوليشن زون تمام ؟ وانا لسه مطلع الان من هنا ومعايا الفي بتاع الفلوكوليشن يبقى انا كده معايا الفوليوم بتاع الفلوكوليشن او لا ؟ اش معنى باشو ما انت بتدور على الفوليوم لان انا عارف ان الريتنشن تايم بيساوي الفوليوم على كيو كيو ديزاين معاي هتكون انت حسبتها من البيانات بتاع المسألة الرئيسية انت حاسب كيو ديزاين هو في الخطوة النفاتة دي ايه مسألة الرقم دي تمام ؟ والفوليوم بتاع الفلوكوليشن اللي هو بيساوي مساحة القاعدة بتاع الفلوكوليشن الاركام الكبيرة دي هي متر مكعب بردي. هياخذ المتر مكعب بردي ده واقسمه على عدد الساعات بتاعت التشغيل. سواء كانت اربعة وشرين او اكتر او او اقصدي سوري. اربعة وشرين اشيرين ستاشر واكزا. هياخذ دي واقسمها. كيو اصبحت بالاور مسلا. واقسم الفوريوم على كيو. هيطلع لي انت اسمت على كيو بالاور هيطلع لك كزا ساعة. اسمت على مينة هيطلع لك كزا دي. هو عايز من تزبط امورك ان انت تطلع علي ايه? طيب دخلك شوية على قال لك زون اللي بتاعها تلاتة خمسة وسبعية بتاعها بكام? هتقول لي هو على كيو ديزاين. بس تقاني بتاع السيديمينتيشن اللي هو الاول ان في على اربعة في تربيع في الدبس بتاع السيديمينتيشن. وهكذا هتلاقي الموضوع زي اللي في الشيت بالزبط. زي تكملت المسألة اللي في الشيت. هنا بس كل الفكرة ان احنا في الشيت يعني الموضوع ما كانش محطوط باحكام قوي يعني. فانت هنا بتفرض حاجة. ما في الامتحان? لا. ده هتلاقي الموضوع متزبط قوي ان انت ما تفرضش. ما عادش فيه فرضات خاصة. طيب. طالما عايز او الوزن يعني. حاجة كم جرام في اليوم? هتضرب القوي في الاس على عشرة وسط. ده كده هتطلع لك كم الوزن اليومي هو مدهولك. والقوي معانا والعشرة وسط هتطلع مين? هتطلع على الس. تمام كده? اه لو الديبس بتاع الفلكيوليشن بكزا او التنشان بتاع الفلكيوليشن هتساقلين من شوية. الفي فلكيوليشن على اي بل في سيديمينتيشن. اربعة من عشرة منه. الرينج اللي هو اللي احنا مدهولنا. اولا هتدولك في المسألة. والديبس معي قدر اطلع الفي فلكيوليشن تربية في بتاع الفي فلكيوليشن. طلعت الحاجة. الريتنشان طايم بيسوي الفوليوم على الكيو. هتقسمني الفوليوم. الرقم دوت كده. الفوليوم الكلي. على الكيو ديزاين الكلية. بس انا حطيتها انهي رقم اللي بالمينت. عشان يطلع للناتج ده مينت على طول. وريح دماء. ماش كده? يبقى انت في اول المسألة بتزبط امورك ان انت تطلع لي كل الوحدات. بحيس انا عايز مينت هعود بالرقم بتاع المينت. عايز ساكند هعود بالرقم بتاع الساكند. عايز اور هعود بالرقم بتاع الارض. ماش كده? وحكز هتلاقي الكلام اللي جاي بقى كله تكرار لمين? كل ده كل ما هو في الشيت معك بيقرر اللقب. طبعا هتلاقيني في الفوليوم بتاع الاسلاج حاسب على الساسبندن اللي هو مدهارة. تمانين بس مش زودنا حاجة. الصحف دي ان انا خليها تمانين. تمام? زائد. تفتح كوز. انا حاطت مسلا شابة. يبقى بوينت اربعة تلاتة. في الجرعة بتاعت الشابة اللي انا لسه مطلعها فوق. كنا احنا مطلعين الشابة كام? الدوس بتاعت الشابة. اهي 18 و 18. تضرب الكلام ده في 18 و 18. تضرب الكلام ده في 18 بوينت. 18. ماش كده? المفروض يعني. بس احنا في الحد الشيط على قديمه فانت ايه مش هتعمل الخطر. ماش كده يا شباب? في الامتحان هتعملها زائد زي ما انا كتبت كده من شوية. تمام كده? تمانا ان شاء الله انا عارف الموضوع طول شوية بس يعني ايه عشان تبقى انت شفت الحاجات اللي جات في الامتحان عامة زي اهو بالمناسبة صحيح. موضوع اللي هو الوركينج المفروض ان انت اللوقتي لو عندك بعد خمسة وعشرين سنة عايزين نحسب عدد التنكات كامل. ها? فانا عارف ان العلاقة بين الان بعد خمسين سنة على ان بعد خمسة وعشرين هي نفسها العلاقة بين الكيو على الكيو. تمام? فانا اللوقتي لو عندي ان بعد خمسين سنة حسبتها هتلعوا ستة. في الحطوات اللي فوق. والقيو افرج والقيو افرج بعرف احسب? كيو بوبيوليشن في وطر كونسامشن ودي بوبيوليشن في وطر كونسامشن. فانا معايا كل دول النسبة بين الان هي نفسها النسبة بين الكيو. فانا لو عايز في البعد خمسين سنة ستة سنكات فانا احتاج بعد خمسة وعشرين سنة عربها ولم اطلق ليش تلاتة. الموضوع مش مش نسبة يعني مش مش عشان دي عدد السنية النص دي. لأ الموضوع ما هتعلق بالكيو. الكيو اللي فوق مش نص اللي تحت. او مش ضعفها يعني. وبالتالي هتبقى نفس النسبة بين الكيو على الكيو. مش 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 عدل السنين على عدل السنين. يعني ما حدش يجي يقول لي خمسين على خمسة وعشرين فى اثنين. يبقى لو دول ستة تانكات يبقى دولت. لا لا لا. ما بيلاقسم النسبة بين الكيو على الكيو. طيب ممكن يجي بعد كده يعمل ايه? يقول لك الوركنج اوارز. انت بعد خمسين سنة مشغل المحطة بقى وعشرين ساعة. بتقدر تقول لي دلوقتي هشغلها كم ساعة? ما انا عارف برضو ان الوركنج اوارز بعد خمسة وعشرين سنة او بعد خمسين او اي حاجة. بالنسبة لللي دلوقتي هي نفس الكيو على الكيو. معاك الكيو والكيو. ومعايا اللي بعد خمسة وعشرين سنة اربعة وعشرين ساعة. يبقى انا قدر اقول ان هي دلوقتي تشتعل كم? ستاشر ساعة. ماش كده? عشان بس ان انت تبقى عارف ان المحطة شغلها كم ساعة? ماش شباب? ده تقريبا كل الافكار اللي كانت موجودة في شيت اللي بقى كله برضو سيستيماتك. اتمنى ان شاء الله الموضوع يكون واصل. والناس يعني ما ما تزهقش يعني من الايه? اه من طول الشرح يعني. السلام عليكم.